ممكن أن أستغني عن المخنصة الكهربية نستعمل المعاشر القديم مش قضية فيه سلع غذائية غلية جداً نستغني عنها مش قضية بس السلع اللي أنت بتستعمل فيها مكونات إنتاج مستورة هي دي المشكلة لأن أنت بتجيب المكون من بره بالدولار وبتشحنه وسعر الشحن بس دي أزمة العالم كله أزمة طبعاً وثلاثة الإمداد اللي هي متأثرة أساساً من كورونا ثم اللي حصل في شنهاي والصين في الفترة الأخيرة كل دي عوامل قدت يعني فيه أما أعرف مصانع كتير جداً بيقول لي أصحابها أنه فيه حاجات معينة وقفة لأنه أنا مش قادر أستورتها لأنه سلسلة الإمداد وقفة أو بتعطلها ماشي أو بتضطر تشحنها على طيارة بعدما تجيبها على سفين من يتلاقي حاجات دي كده معطلها مكون كتير جداً فيه حاجات كتير جداً فبالتالي ده أنت غصب عنك هتدفع تمن إلى أن يهدأ العالم شوية وللأسف الشديد كل التوقعات بتقول أنه لا يهدأ قريباً لأنه واضح أنه تقدير الشخصي أنه وطبقى لخبارات كتير جداً الغرب نصف فخ محكم ليه بوتين في أوكرانيا محدش يوم خالص بيتكلم على حل سياسي أو تعالوا يا أخواني نقعد نحل سياسي لا بيحاولوا يورطوه أكتر فيستنزفه أكتر فنلندا والسويل عايزين دخلوهم الأطلنطي فروسيا تضغط فالأزمة زين ده حرك روسيا بشكل كبير طبعاً فبالتالي دي كلها نظر تصعيد مش نظر تخفيض توتر رغم لهم ما كانوا من دول الحياد ربما طبعاً كانوا دول محايدة القراءة الغربية أو القراءة الأمريكية طبعاً المتضر الأكبر هي أوكرانيا نمرة واحد ثم أوروبا ثم الدول الغلابة المساكين اللي في العالم التالي الأمريكا بتستفيد لأنها شايفها فيه فرصة تاريخية بالنسبة لها أنها تنهك وتستنزف روسيا ده مش موضوعنا الأساسي للوقت لكن هذه العوامل دايماً فيه مثل عبقاري بيقولك حينما تتصارع الأفيال فإن العجب هو الضحية العجب ده الأفيال هي أمريكا وروسيا والصين العجب هي العالم التالت والمساكين والغلابة دول قد بالك لو حد يأخذ قرار فالتدخب يزيد فالرقود يزيد فالعالم التالت يدفع لو بيستورد نظم حاجاتهم ما عندهش تصنيع فبالتالي أنت للأسف الشديد إحنا بكونا بدأنا بحاجة مهمة الطاقة المتجددة والمظيفة كان فيه أفق عظيم والتغيرات المناخية اللي جاية والمؤتمر دي تعرضت لضربة قاسمة محدش وقد دالوا منها بسبب الأزمة الأزمة عملت هي الغرب عايز يستغني عن النفط والغاز الروسي طيب لما وروسيا بدأت توقف عن بعض الدول اللي هي شايفة إن بتاخد مواقف ضدها زي بولندا مثلا فتضطر دولة زي ألمانيا اللي كانت رائدة في الطاقة اللي هي تستعمل فحمة أكتر اللي هو مفروض أنت بتقلل منه لأنه بيزيد الانبعاثات الحرارية فبيرفع نسب التلوث ونسب الاحتماث الحراري أضف إلى ذلك أنه سعر التكلفة بتاع الطاقة المتجددة مزال كبير بالمقارنبي فبالتالي انت داخل على مزيد من الاعتماد على الطاقة الإحفورية العادية اللي هي البترون هو أنت دلوقت الولايات المتحدة عمالها تتحايل على المنتجين اللي بتقولوا يا أخوانا أرجوكم بوسي لكم زودوا طبعا دي طاقة أحفورية فدي حاجة الحاجة التانية أنت حضرتك وانت لو زودت حتقلل من السار طبعا وفي المنتج كسبان في كل الأحوال هو المنتج عايز هو ليه الغرب أو أمريكا وسطين طول الوقت هو انحقق نسب نموك جدا جدا ببساطة لأنه هو بيستعمل طاقة غير نظيفة أو طاقة أحفورية فبالتالي تكلفة السلعة في النهاية هتوبى عشر قروش لو استعملت طاقة نظيفة جدا هتوبى التكلفة عشرين قرش فسعر السلعة اللي انت هتصداره هيقبأ زيادة فبيقومه طول الوقت متى يبدأ التنفيذ بتاع هو المستهدف انت بتقول أربح سنوات الطبيعي ان انا هبتدي من السنة المالية الجديدة اللي هتبتدي من واحد سبعة الجاي فبالتالي من واحد سبعة اثنين وعشرين لمدة أربح سنوات هب عندك كل سنة عشرة مليار انت مخاطب بها كل القطاع الخاص الكبير والصغير عندكم اي مهمة تشريعية في مطالق بالجزدية دي أسوزة مادة الفترة الجاي قد الانساسي تم للأمانة وهو انك انت اصدرت تشريعات بمشاركة القطاع الخاص في الكهرباء في النقل النهري في حاجات كتيرة جدا لم يكن متاح لي ان نعملها ومبارح دكتور نصفة مدبولي قال ان احنا فاتحين المجال للقطاع الخاص انه بيبني مدارس انه بيبني حاجات كتيرة جدا فبالتالي صارت صار الملعب مفتوحا بس السؤال هل هو عنده فلوس كتيرة تكفل ده هل الفلوس اجمال الفلوس اللي في مصر مش قطاع الاتنين مع بعض هل هي قادرة ولا انا محتاج استثمارات تاني من برة والدليل ان انا لما باجي اعمل حاجات مشروعات مثلا في العاصمة الادارية ومشروعات في العالمين انا بابا عايز فلوس من برة لانه لو فلوس المحلية اللي عندي كافية سواء عام او خاص كنت مستعد مش محتاجة اجيب من برة اشتركوا في القناة